مقالي ومقاله لعن الله من ايقظها هي الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها يا جماعة الرياضة مسئولية كبيرة جدا مسئولية كبيرة ونشاط انساني بترتبط بي مشاعر الجماهير وجماهير الرياضة جماهير في الاصل محبة بتتفرج وبتتفاعل وبتغلط وبتشجع وبتتحمس بعواطفها مش بعقلها عشان كده محاولة اللعب دايما على اوتار هذه المشاعر من جانب البعض يمثل ايقاظ للفتنة الحقيقية ومعرفش ليه محدش عايز يوقف عند ما يتعرض له النادي الاهلي باستمرار في المشاركات الخارجية من ايقاظ لهذه الفتنة في علاقته مع الدول العربية الشقيقة واتكررت ومش عارف مش عايزة تلفت نظر حد ليه شفنا في تونس الاهلي والترجي خطابات مزورة يراد بيها الايقاع بين الاهلي شفنا قبل كده مع الجزائر شفنا قبل كده في المغرب مع الوداد ودلوقتي بين الاهلي والهلال وبتطلع من هنا الايقاظ من هنا الاهلي بيلعب الدور الوطن الدور المجتمعي الدور المسؤول شوفوا سفرات مصر في كل الدول التي تنزل بها بعثات النادي الاهلي تقاريرها عن بعثة النادي الاهلي وعن حسن تمثيلها الوطنها والصورة اللي النادي الاهلي بيقدمها في كل المحيط العربي والقري لهذا الوطن الكبير الغالي عامل ازاي ليه ما حدش عايز ينتبه الى عمليات تفخيخ زيارات النادي الاهلي وتوتير كل الاجواء بينه وبين الاشقاء ما شفناش ابدا اي حد عمل مدخلة في اي برنامج رياضي مع اي مسؤول من نادي المريخ يتقال له ليه المريخ بيلعب في ليبيا مع انه اللي قرر انه المريخ يلعب في ليبيا هو الاتحاد الافريقي هو نفسه اللي قرر انه الهلال يلعب بدون جمهور نفس المؤسسة اللي قررت بس لما تقرر للنادي الاهلي مباراته مع الهلال نلاقي عمليات بقى التسخين والتهييج على ودنه وكل شوية قالوا معنا فلان قالوا معنا نائب رئيس نادي الهلال قالوا انت رأيك ايه اذا كانت يعني دي معاني المهنية عندكم فمعاني المسؤولية مقدمة على كل الاعتبارات لانه لو هتتكلموا على المعايير المهنية بجد الزمالك بيلعب في نفسه البطولة وبيواجه بالمصادفة فريق سوداني ايضا متعرض لقرار من الكاف بيلعب برأ ارضه فتكون التفرقة البينة جدا والانحياز الفج قوي في التعامل لما طلوب منك ان انت تتحرض المريخ ضد الزمالك ولو فعلتها قناة الاهلي او اي اعلامي هيبدا خطأ جدا لكن ده ما حصلش ولا يمكن يحصل ان انت توتر الجو للزمالك قبل مشاركة خارجية لكن مع النادي الاهلي متكررة جدا في السنوات الاخيرة متكررة وبشكل بيعرض سلامة الناس ارجعوا للتقرير السيد السفير هاني صلاح سفير مصر في الخرطوم وشوفوا ما عانته بعثة الاهلي بسبب هذه الفتنة التي لعن الله من ايقظها ده اللي موجود وده اللي حصل لكن يبقى كلام كثير وتفاصيل في الغربان شاهد من اهلها الحقيقة مع كل هذا التجاوز الاعلامي والصحف السوداني ومنصات محسوبة على نادي الهلال رسميا يسأل النادي الاهلي تطاول وتجاوز في حق النادي الاهلي اللي عمره متجاوز لا في حق الهلال ولا في غيره من الاندية للعربية ولا الافريقية لكن تجاوزات مرفوضة جملة وتفصيلا ومش هنقول رأينا هنشوف رأي كاتب صحفي سوداني كبير الاستاذ ياسر آسم رجل كاتب في صحيفة البيانة الاماراتية كتب مقالة على صفحته الرسمية مهم جدا لكل واحد يقدر يشوف نظرة هذا الكاتب السوداني للي حصل ايه وانا بقول لكم هذا شاهد من اهلها كتب الاستاذ ياسر آسم متى وقعت ان تنتهي مباراة الهلال والاهل المصر الشقيق بهذا السيناريو من التوتر الذي وصل حد التشاجر باللكمات والعنف الاعلامي في وقت يفترض تقام فيه المباراة خلف الابواب المغلقة بدون جمهور لسيما والهلال صاحب الارض فاز بالنتيجة بشكل صريح ودون ان تحوم اي شقوق على هدف الفوز وحصل على السلاس نقاط ولكن بكل اسف حدث ما حدث وبيضيف الكاتب السوداني المحترم ولابد هنا ان نتوقف قليلا ونتحدث بكل صراحة بعيدا عن اي عاطفة او انتماء لان الحقيقة فوق كل شيء والحقيقة التي نعنيها هنا نذهب فيها مباشرة لتحميل ادارة نادي الهلال مسئولية ما حدث من فوضى رفقت تنظيم المباراة والفوضى بدأت من الحملة الاعلامية الجائرة لتحميل النادي الاهل مسئولية حرمان الهلال من اللعب بالجمهور على ملعبه وهي فرية وكذبة كبرى مررها البعض عن قصد وصدقها كثيرون عن جهد وسكت مجلس ادارة الهلال عن تجذيبها كما لو كان يريد دفع الفشل والاخفاق عنه في استكمال النواقص المحددة في شروط الاتحاد الافريقي لاستماح بدخول الجمهور نعم لقد صمت مجلس ادارة الهلال عن توضيح الحقيقة فيما يخص نواقص استاد النادي ولا علاقة للأهل المصر بذلك ولا علاقة للأهل المصر بذلك كل ده على لسان كاتب سوداني محترم مربوق الأستاذ ياسر آس ويستطرد ولا يد للأهل يحرض الاتحاد الافريقي لمنع دخول جمهور الهلال لقد استهونا مجلس الهلال بخطورة تمرير كذبة الكاف منع جمهور الهلال مجملة للأهل دون أن يدري خطورة ذلك فقد شاهدنا جميعا النتيجة المؤسفة في الخروج عن النص من بعض منسوب الهلال أثناء وبعد المباراة والفوضى التي ضربت بأطنابها عملية تنظيم المباراة لدرجة جعلتنا محتارين في تفسير سبب دخول كل هذا العدد من الناس في مباراة مقررة أصلا بلا جمهور تاني كاتب هذه السطور الواضحة الصريحة الجالية هو الكاتب السوداني المحترم الأستاذ ياسر آس قال أعلم أن هذا الكلام لن يرضي كثيرا من الناس لكنها الحقيقة المرة فالأهل الذي لا يعلم حتى الآن الكيلفية التي أقيم بها نهاي دور الأبطال العام الماضي في المغرب من مباراة واحدة وأمام منافس مغربي الوداد ليس له يد لا من قريب أو بعيد في قرار الكاف الخاص بإسناد الهلال وكلنا نعلم المراحزات المسيرة الخاصة بملعبنا وتحفظات الكاف على إقامة المباريات في السودان منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد الاتجاه لتطبيق معايير وشروط رخصة الاحتراف وفي كل موسم تأتي وفود الكاف وتذهب دون أن تنفذ المطلوبات نعم استاد الهلال فيه ناحية جمالية وجرت فيه عملية تحديث في المباني ولكن هناك معايير مهمة مرتبطة بعملية الدخول والجمهور وتوفير مرافق خدمات قضاء الحاجة وفصل عملية الدخول والخروج للعبين وفي المنطقة المختلطة فيها من الملاحظات التي تشدد فيها الكاف بعد أن نفذ صبره أكثر من ثلاث سنوات كلام مهم جدا 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 الرجل دا بيرصده واللي جاي أهم بقولك هذا هي الحقيقة يا سادة ولا داعي لرمي تقصيرنا على فريق منافس لديه من الإمكانات والخبرات والتاريخ ما يجعله قادرا على تحقيق ما يريده داخل المستطيل الأخضر ومن يقول عكس ذلك فليراجع معلوماته فالأهل الذي حاول البعض دمغه بمدلة للكاف ظل يتآهل في آخر ثلاث نسخ من دور الأبطال ثانيا في مجموعته ولكنه لأنه فريق بطولات استطاع الوصول في المرات السلاس للمباراة النهائية وحصل على اللقب في مرتين منها ولا أريد تكرار ما حدث له العام الماضي في إقامة النهائة في المغرب بيقول الأستاذ ياسر آسم الكاتب الصحفي السوداني الكبير من حق جمهور الهلال أن يفرح ويعبر عن فرحته كيفما يريد فهذه طبيعة الجمهور ولا أحد يلومه ولكن من المؤسف أن نرى بعض المسؤولين في النادي الهلال يتعدون الخطوط الحمراء بتصرفات طفولية وجدت الاستنكار حتى من جمهور الهلال نفسه نهيك عن الفريق المنافس من بين تلك التصرفات ما ورد مما يسمى رئيس الآلية الإعلامية للنادي هيثم أصباط وصلت الفوضى بهذا الشخص أن يهدي الفوض لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور والكلام على الزمين؟ الأستاذ ياسر آسم الكاتب الصحفي السوداني المحترم بيقول لا ندري نضحك أن نبكي على الزمن الذي جعل هذا الشخص مسؤولا يتحدث باسم نادي الهلال ويأتي بما لم يسبقه عليه أحد نعلم كما يعلم الجميع أن كل مؤهلاتها التي أتت به في نادي الهلال أنه شقيق رئيس النادي لا أكثر ولا أقل والمؤكد أنه يبحث عن الشهرة عشما في أن يأتي ذكر اسمه على لسان مرتضى منصور المنشاغل بالنادي الأهلي أكثر من اهتمامه بناديه الزمالك ألا يدري شقيق الصباط أن هذا التصرف الغريب الذي يبحث فيه عن شهرة زائفة فيه تقليل من نديه في المقام الأول على الأقل كان تهدي الفوز لشقيقك ورئيس النادي الموجود منذ فترة طويلة خارج السودان لم أتعمد عدم التعليق على انفلات الحارس محمد الشناوي أثناء المباراة لعلم التام أن التصرفات ستكون على طاولة الكاف وفق ما يارد في تقرير الحكم والمراقب لسيما بعد تعدد الروايات حول سبب ردة فعله ويبقى تقرير الحكم والمراقب هو الفايصل وتصرف الشناوي وجد الاستنكار حتى من الإعلام المصري المنتمي للنادي الأهلي وسوف يقع الضرر أو لا وأخيرا على اللاعب في هكذا مواقف واضح أن المسؤولين ده كلام الأساس ياسر آسم الكاتب الصحف السوداني الكبير واضح أن المسؤولين في نادي الهلال لا يعرفون العلاقة التاريخية بين ناديهم والأهل المصري وهي علاقة ضاربة في الجزور وإلا ما تركوا الحبل على الغارب لكل من هب ودب ليفسد تلك العلاقة الهلال يا سادة خرج منه سليمان فارس أول محترف السوداني في الأهل المصري وأول من نال لقب السد العالي ولكم أن تعلموا يا من تسمون مسؤولين نادي الهلال أن الراحل صالح سليم الرئيس التاريخي للأهل عندما ذهب له وفد الهلال لدعوة الأهل لزيارة السودان طلبوا منه شروطه للزيارة فقال لهم عندي شرط واحد سوف أحضر مع الأهل بنفسي وشرط الوحيد أن يكون في استقبال في المطار كابتن الهلال واستودان صديق منزول صديق منزول وقد كان ألم أقل لكم نضحك أم نبكي على مسؤولين آخر زمن قال إيه نهد الفوز لمرتضى منصور ده الأستاذ الكاتب الصحف السوداني المسؤول وهكذا تكون مسؤولية الكلمة وإدراك أهمية العلاقة التاريخية ترجمة نانسي قنقر